يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمعلمين ومن موقعنا لابد أن نقف عند جهود كل من علمنا وكان عونا لنا وبذل جهدا من أجلنا تحية لمعلمي اليوم أينما كانوا في ظل ما تمر به هذه المرحلة جراء فيروس كورونا وباسم السوريين تحية لكل معلم سوري أبا أن ينأى بنفسه وتطوع داخل مخيمات الشمال السوري ليمد يد العون لأطفال كان حرمانهم من التعليم هو أقصى الحروب عليهم هذا العام سيكون موضوع احتفال عام 2020 باليوم العالمي للمعلمين بعنوان المعلمون القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصور جديد للمستقبل وسيكون هذا اليوم فرصة للاحتفال بمهنة التعليم في جميع أنحاء العالم وأجراء تقييم شامل لما أنجزه ولفت الانتباه إلى المعلمين اليوم في خضم كورونا ليست هناك مبالغة في القول أن العالم يقف عند مفترق طرق وعلينا أن نعمل الآن وأكثر من أي وقت مدى مع المعلمين لحماية الحق في التعليم وتطبيقه في ظل الظروف الجديدة التي فرضتها الجائحة سيحتفل باليوم العالمي للمعلمين لهذا العام عن طريق شبكة الانترنت وضعه كوضع التعليم في هذه الأيام هاشتاغ اليوم العالمي للمعلمين تصدر مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض بعضا من هذه التعليقات طبعا اليونسيف غردت قائلة فريقنا لم يتوقف أبدا عن تعليم الأطفال حتى تحت القصف ألا معلمة منذ أكثر من ثلاثين عاما تبدل كل ما في وسعها للحفاظ على تعليم الأطفال وسط كوفيد-19 والصراع في شرق أوكرانيا ووضع التصور للمعلمة ألا هداية بتقول شكرا لكل من أضاء قنادي للعلم والمعرفة في وطننا الغالي اليوم العالمي للمعلم اليوم العالمي للمعلمين تغريدة أخرى حامد قزلان بقول المعلمين والمعلمات أنتم المنارة التي تضيء الطريق وصناع أجيال المستقبل بجهودكم الجليلة نرتقي ونطور أوطاننا ونرفع رايتها خفاقة أما جوج فتقول المعلم هو الشخص الوحيد الذي يقاسمك تربية أبنائك فلا ترضى بالإساءة إليها أو التقليل من شأنه الاهتمام بالمعلم يعني الارتقاء بالأجيال وسر عفوا تقدم البلدان عبر التاريخ زهرة الكرس شكرا لكل معلم ومعلمة عفوا وضعت صورة زهرة الكرس ترجمة نانسي قنقر